ومن طول كرم ينضم إلينا مراسل الغد خالد بدير خالد تطورات المشهد لديك في ضوء الحداد الذي أعلن على خلفية الأحداث التي مضت حتى الحداد لا يوجد متسع وقت لأن يشهده المواطنون حقيقة حتى هذه اللحظة لازالت العملية العسكرية مستمرة في مخيم نور شمس والآن تمتد إلى مخيم طول كرم عدد من الأليات العسكرية اقتحمت ما تعرف بحارة المدارس وحارة البلاونة في محيط المداخل الشمالية لمخيم طول كرم وتقوم بعمليات تدمير للبناء التحدية وبعض المحال التجارية وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة واستهدافات بالعقوات الناسفة للأليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مخيم طول كرم أما في مخيم نور شمس حتى هذه اللحظة عمليات تمشيط واتعة عمليات مداهمة لعشرات المنازل ووردنا بأن الاحتلال نفذ عملية اعتقال كبيرة وواتعة بحق الشبان داخل محارة المنشية إلى الشرق من مخيم نور شمس فيما يواصل فرض الطوق الأمني نعم هناك انسحاب لبعض الآليات العسكرية لكن حتى هذه اللحظة لا انسحاب كامل لا زالت العملية مستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمنازل التي حولت في سكنات عسكرية لا زالت الأمور على حالها بوضع القناطة والانتشار العسكري الإسرائيلي الميداني إغلاق محيط مخيم نور شمس باعتبارهم منطقة عسكرية مغلقة ويعني أوضاع صعبة حقيقة نشهدها تتكشف مظاهر الضمار التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي شيئا فشيئا من خلال مقاطع الفيديو المتداولة لكن لا زالت الأمور على حالها المصادر الطبية أوردت لنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى وطعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف الأمور الذي أدى لإستشهادة وبالتالي حتى هذه اللحظة نتحدث عن ستة شهداء وسبع إصابات منها إصابات حرجة وخطيرة في قصف إسرائيلي صاروخي استهدف منطقة المحجر على أقصى الأطراف الشمالية لمخيم نور شمس بالإضافة إلى تنسيل طائرات الاستطلاع على الأقل أربع غارات جوية وقصف صاروخي استهدفت منزلا غير مأهول وتقصف لمركبة فلسطينية فيما يعرف بالمنطقة الفاصلة بين مخيم نور شمس وضاحية كتابة وأيضا قصف صاروخ استهدف مركبة في حارة العيادات في مخيم نور شمس تطورات لا زالت مستمرة وعملية الاقتحام لا زالت مستمرة ستة شهداء بالفعل أعلنت القوى الوطنية اليوم الإضراب الشامل والحداد العام على أرواح الشهداء في ظل استمرارية المشهد وهناك مكاف عسكرية إسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة في محيط مخيم تول كرم وعدد من المناطق في هذه الأثناء التأكيدات المحلية هي أنه لا انتحاب في جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك طبعا كان انقطاع للطيار الكهربائي بعد انتجار في محيط مولد الطيار الكهربائي على الأطراف الغربية للمخيم لكن قبل قليل أفتنا بأن الطيار الكهربائي عاد بعد إعادة تشغيل خطوط الطيار الكهربائي على بعض أجزاء المخيم وليس بشكل كامل في ظل استمرارية مشهد الاقتحام الذي يرفضه جيش الاحتلال الإسرائيلي نتحدث الآن عن سبع ساعات متواصلة لهذه العملية العسكرية وهذا العدوان الإسرائيلي وهو الثالث خلال أقل من 72 ساعة الذي يستهدم دات المخيم مخيم نور شمس الذي بات على رأس بنك أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف القضاء وإقصاء الأضرع العسكرية داخل المخيم يزعم الاحتلال وفق بياناته المتثالية لأنه يقوم بتحييد العبوات الناسفة وضبط معامل لتصنيع العبوات بالإضافة إلى مصادرة أسلحة ودخائر وعتاد عسكري من داخل المخيم بالإضافة إلى أن ما نشهده أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تدبير وتخريب واسعة في البناء التحتية طيب يعني هل عمليات قوات الاحتلال مستمرة في المخيم خالد أم انسحبت منه؟ لا انسحاب هذا ما يمكن تأكيده لا انسحاب لجيش الاحتلال والعدوان والعملية العسكرية لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة باتجاه مخيم مور شمس وامتدت إلى مخيم تول كرم بأعمال تدمير وتجريب في البناء التحتية وتدمير لمحال تجارية وهناك اشتباكات مسلحة تدول وبالتالي من المبكر حقيقة الحديث عن الانسحاب هناك بعض الإشارات الميدانية لكن لا يمكن التعويل عليها سيما وأنه على الأقل لا زال هناك تواجد عسكري إسرائيلي وبالتالي لا يمكن القول أن هناك انسحاب لربما هناك انسحاب تتريجي لبعض الآليات لكن الآليات التي تخرج يدخل مكانها عدد من الآليات كجانب من التحديثات المستمرة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بها إلى مخيمي نور شمس وتول كرم شمالية الضفة الغربية في ظل استقرار هذا العدوان على مخيمي نور شمس وتول كرم أعداد المقيمين في المخيم بالتأكيد هي أقل بكثير مما كانت عليه في الفترات الماضية نتيجة العمليات المستمرة لقوات الاحتلال إلى أين ذهبوا أو كيف يعيشون حياتهم في ظل هذه الانتهاكات المستمرة نتحدث عن عدد قليل لربما يمتلك ذلك الوقت لعملية الخروج من المخيم عند حدوث الإختصار دون أن يشكل خطر بطبيعة الحال على عملية خروجه من المناطق التي عادة ما يتم استهدافها بشكل مكثب داخل المخيم وعندما تحدث عن عدد محدود بالكاد يمكن القول ثلاث إلى نحو عشر عائلات يمكن لها أن تفعل ذلك فيما البقية لا تمتلك الوقت ولا تمتلك الخيارات البديلة وبالتالي نحن نتحدث عن قرابة العشرين ألف فلسطيني داخل مقيم نور شمس يخضعون الآن لإجراءات أمنية مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وينفذ في ذات الوقت جيش الاحتلال حملة مداهمات من منزل إلى آخر في عدد من المناطق في حارة الدمج وجبل النصر وحي حارة المنشية وفي الساحة الرئيسية بهدف اعتقال أكبر عدد ممكن تماما كما حدث سابقا في جنيد اعتقل نحو ألف فلسطيني في ليلة واحدة على خلال الاقتحام ولاحقا تم الإفراج عن غالبيتهم والإبقاء على اعتقال عدد محدود جدا من الشبان الفلسطيني وبالتالي يسعى جيش الاحتلال بكل الطرق عبر الضمار وعبر العمليات العسكرية والقصف الصاروخي من قبل طائرات الاستطلاع الوصول إلى المقاومة الفلسطينية بهدف اجتساتها وتحديد مقدراتها الميدانية فيما يتعلق بعمليات تصنيع العبوات أو حتى تصفية مقاتليها المزعم الإسرائيلية وضع ما يتم تداوله من وسائل الإعلام أن الشهداء الستة الذين استشهدوا في قصف صاروخي هم من المقاومين هم من المدنيين الذين كانوا يتجمعون في حارة البحجر والتي لم تكن تشهد اقتحاما في ذلك الوقت لكن التجمعات تم قصفها من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي بواسط الصائرات الاستطلاع في فلك المنطقة وبالتالي هي عملية واسعة النطاق بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية تماما كما يحدث بصورة مشابهة من خلال الضغط على المدنيين وإحداث الضمار في قطاع غزل ربما الوثيرة أقل هنا في مناطق الضفة وتحديدا في مخيم نور شمس لكن تحمل ذات الهدف وهي استهداف كل ما هو فلسطيني خالد بدير من طول كرم مرسل الغد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر